أبنا لا فرق لدينا بين تل أبيب وبين القدس كلهما مدينتان عربيتان محتلتان لكن القرار الأمريكي المتوقع هو قرار خطير جدا وهو انتصار لرواية تاريخية الإسرائيلية وهو انتصار سياسي ورمزي وديبلوماسي إسرائيلي يجب أن نتصدى له بكل ما أوتينا من قوة بإمكاننا هنا أن نخرج في تظاهرات في الجامعات في المدن والقرى الفلسطينية أن نغلق الشوارع الكبرى في إسرائيل وبالتأكيد أن نتظاهر أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب حتى أن نستبقى الخطاب المتوقع أن نذهب الآن وأثناء الخطاب إلى السفارة أن نتواجد هناك بكثرة بعشرات الآلاف مثل ما تواجدنا في القدس في شهر تموز لإحباط ونجحنا في ذلك قرار الاحتلال نصب بوابات حريدية عند مدخل الحرم الكدسي الشريف أشقائنا في الوطن العربي نحن نقدر الظروف التي تحيقكم نحن نقدر نضاركم ضد الاستبداد لكن فلسطين هي قضية العرب الجامعة تستطيعون الكثير تستطيعون الخروج أمام السفارات الأمريكية التي تنتشر في كل عواصم الوطن العربي تستطيعون الكثير ونحن نعول علينا ونعول عليكم ومعا سنحبط هذا القرار وستبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين أنا بشوف أنه في مشكلة مع أنه الغضب العربي بشكل عام هو غضب انتقائي وكأنه قضية فلسطين بتتمحور حولين القدس والأقصى واللي بحركنا هو فقط مشاعر وعواطف دينية كل يوم على أرض فلسطين في قضايا نهب واقتلاع وتهجير وتدمير أخطر بكتير على مستقبل القضية الفلسطينية من نقل السفارة يمكن الشي الوحيد المهم في هاي الخطوة أنها بتوجه صفعة لقيادة فلسطينية سرعتنا بيل خيار الدبلوماسي وخانة مصالح شعبها بل كي يصحوا ورسالة أخيرة للشباب العرب عم نسمع نفس خطير مؤخرا أنه تعبنا من القضية الفلسطينية قضية فلسطين مش قضية الفلسطينيين لوحدهم مش لأنه فلسطين استثناء ولا لأنه فلسطين محور العالم لسبب بسيط جدا أنه في فلسطين مزروع مشروع استعماري لا حيسمح لكو ولا إلنا أنه نتحرر عشان هيك قضيتنا وحدة كل قرار دولي إسرائيلي أمريكي يستهدف القدس هو لا يستهدف الفلسطينيين فقط ورى المقدسيين فقط هو يستهدف جميع العرب جميع المسلمين ويستهدف كل من يؤمن بقضية عادلة هم يراهنون على صمتنا وسط تخاذل الحكومات لذلك أدعو كل فأتة عربية وشاب عربي أن يستخدموا كل أداة احتجاج يستطيعون استخدامها لا يجب أن نسمت يجب أن نتحرك فورا المطلوب من الشباب العربي والفلسطيني على وجه الخصوص في مواجهة مسلسل تصفيت القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى هو أن لا نكون نماذجا ونسخا جديدا من الأنظمة التي تاجرت بفلسطين وباعت وما زالت تبيع فلسطين فمن تخلى عن صفض ويافة وعكة لن يعيد لنا القدس أو يحافظ عليها بأقل الخسائر على الأقل طبيعة الحال رسالتي لكل شاب فلسطيني بأن عليها أن يخرج ويعتصم ضد قرارات الترامب المشحفة بحق الأقصى وألا يكون اعتصامه وتضامنه عبارة عن شعارات رنانة لا نراها إلا فقط عبر مواقع التواصل الإجتماعي عبر وسمها شرقات تضامنية مختلفة أيضا رسالتي لكل شاب عربي عليه أن يخرج مسرطا للأقصى ويعتصم أمام مقارات السفارة الأمريكية حول العالم للتأكيد على أن القدس عربية وليست يهودية اشتركوا في القناة